وأحدثكم بوضوح أن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم هي ذاتها أحلامي ولا تختلف آمالهم عن آمالي ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ مالي أولاً زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية يتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العمال والقطاع العام ثانياً زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقاً لمناطق الاستحقام ثالثاً رفع الحد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% وذلك من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العمال والقطاع العام رابعاً زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وقرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسر خامساً مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن سادساً سرعة تطبيق زيادة بدلاً للتكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة سابعاً قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف من كاهل للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحيين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعسرين مع البنك قبل أول يناير 2022 سامناً إعفاء المتعسرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقصاد المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024 نحن نتكلم عن الفوائد الغرامات التأخير وسداد الأقصاد المستحقة للهيئة العامة شعب مصر العظيم ستظل مصرنا الغالية العزيزة هي نقطة الطلاق التي تجمع قلوب المصريين في حبها وسوعيدهم لبنائها وأحلامهم لقوتها وعزتها